طيب خلونا نبدأ أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر زي ما احنا متعودين دايما مع حضراتكم بأهم ما حدث بالأمس لأن برح كان فيه في الحياة مجموعة من الأخبار نبدأها بأخبار مؤسسة رياسة لأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من المسؤولين تابع في هذا الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة وخلال الاجتماع وجه سيادته بإتمام الاستغلال الأنسب لكل الأراضي المقترحة للتطوير وده وفق نهجة هندسي وخدمي بيحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة كمان سيادة الرئيس أجرى اجتماع تاني بالأمس تابع فيه سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة خصوصا مدينة الفنون والثقافة وجه سيادته بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والثقافة علشان يكون فيه تعاون في نظم الإدارة والتشغيل على طريقة أو على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور اللي بتتمتع بيها مدينة الفنون والثقافة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية حيث وجه السيد الرئيس بإتمام الاستغلال الأنسب لكافة الأراضي المقترحة للتطوير وفق نهج هندسي وخدمي يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة الأمر الذي يعزز عناصر البناء وتطور العمراني ويحققه قيما مضافة لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ولواء محمد شريف رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام للمنشآت التابعة لمدينة الفنون والثقافة والمقامة على مساحة حوالي 127 في الدن خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض أسارا لعدد من عواصم مصر على مدار التاريخ ومتحف الفنون الذي يعرض العديد من اللوحة الأسرية والحديثة ومتحف العملات فضلا عن دار الأوبرا الجديدة التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط وتضم قاعة الرئيسية تصل سعتها إلى حوالي 2200 فرد وهي مقامة وفقا لأحدث وأرقى التقنيات الهندسية العالمية من صوتيات وأنظمات عرض إلى جانب مصرح للموسيقى يصل سعته إلى حوالي 1200 فرد وهو مؤهل وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية وكذلك مصرح للدراما والأداء الحركي يتسع لحوالي 630 فردا وذلك في إطار تراز مامري فريد وثري وقد وجه السيد الرئيس بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالة الفنون والثقافة وذلك التعاون في نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة وكذلك للإنسانية جمعا خلونا نروح لموضوع آخر وهو العلاقات ما بين مصر والإمارات العربية المتحدة لأن زي ما احنا عارفين هي علاقات وطيضة علاقات متأصلة بتجمع ما بين الماضي والحاضر برح كان الاحتفال بمناسبة مرور 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية وبالمناسبة دي استيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمة أكد فيها على أن العلاقات ما بين مصر والإمارات بتمثل نموذج مثالي للعلاقات الطيبة القوية اللي بتجمع دولتين وشعبين شقيقين وقال كمان أن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد وأن التفاهم والأخاء عنوان مسيرة العلاقات ما بين مصر والإمارات بسم الله الرحمن الرحيم نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري وهي مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية التي تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الإخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها وهنا أقول إن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد كما أن العلاقات بين الدولتين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليها العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة فالتفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله صاحب الموقف والمقولة التاريخية أبان حرب أكتوبر 1973 بأن البترولة العربي ليس أغلى من الدم العربي والمغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وكذلك كافة أصحاب السمو حكام الإمارات وصولا لرئيس الدولة الأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة حيث على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية بل ازدادت رسوخا وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما وفي الواقع فإن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن فالتعاون الاقتصادي والإثماري وفي جميع المجالات دائما يسير على أعلى مستوى والأفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين وعدة ومزدهرة وبإذن الله تعالى ستعود بالخير الوفير على شعبي دولتين وشعوب الوطن العربي جميعا وأخيرا واستمرارا لمواقف المؤسس العظيم زايد الخير لا يفوتني هنا أن أتذكر بالتقدير والعرفان الموقف التاريخي الداعم لدورة الإمارات الشقيقة خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ حوالي عشر سنوات ولذي جاء تعزيزا لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات وبرهانا واضحا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط وثيقة وأنهما بمثابة شعب واحد وبلد واحد وهو العهد الذي أجدد التمسك به عهد الأخوة والخير والتعاون والبناء والمصير الواحد دعين الله عز وجل أن يعيننا على صون وتعزيز هذه العلاقات القوية المتميزة لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا سيادة الرئيس قال كلمة خلال النسخة التانية من أسبوع الفرنقفونية العلمية أكد فيه أن مصر شريك استراتيجي بالنسبة للوكالة الجماعية الفرنقفونية وأن فيه إرادة صادقة لتطوير وتوسيع نطاق مشروعات التعاون الجماعي اللي بتنفذها الوكالة في مصر وده بالتعاون مع الجماعات المصرية بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي السيد الأستاذ دكتور سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية للفرنقفونية السيدات والسادة بكل مشاعر الود والحفاوة يطيب لي أن أرحب بالسادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنقفونية المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظم الوكالة هذا العام في مدينة القاهرة ويأتي مؤتمركم الموقر ومصر في أوج استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمناخ كاب 27 بمدينة شرم الشيخ الخضراء وتبدو المصر قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ أساد الوزراء وانطلاقاً من إيمان مصر بالقيمة السامية للعلم الذي يتصدر أولوليات استراتيجيات التنمية المستدامة في بلادنا وما يقترن به من أنشطة البحث العلمي في شتى الميادين أود الإشادة بجهود الوكالة الجامعية للفرنقفونية لحرصها على إطلاق تلك المبادرة المتميزة بتخصيص أسبوع عالمي للفرنقفونية العلمية سنوياً والذي تصديف القاهرة بكل ترحاب مسخته الثانية هذا العام فليس من شك أن مثل هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العلمية يتوح الفرصة للتبادل والتفاعل بين خبرات وإنجازات البحث العلمي بما يقدم بشكل عملي وفي إطار متميز من الحوار والتعاون والتضام نموزجاً عملياً أمسل للإمكانات الواسعة لاستثمار الحوار مع الآخر والتواصل بين الثقافات في تحقيق غايات إنسانية عليا تصب في صالح الجميع إعمالاً لمبادئ المساواة والإخاء والحرية ولا جدال أن التقارب المتنامي بين مصر والوكالة الجماعية للفرانكفونية يستحق كل تأييد ومؤازرة فاعتبار مصر شريكاً استراتيجياً بالنسبة للوكالة وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين لا سيما الاتفاقية الأخيرة التي تتخذ من جامعة القاهرة مقراً لمكتبها الوطني ولمركزها الخاص بتوظيف طلبة الجامعات المصرية وخريجيها يعكس إرادة صادقة لتطوير وتوسيع لطاق مشروعات التعاون الجماعي التي تنفذها المكالة في مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية التسعة عشر الأعضاء في الوكالة ويحدون الأمل أن يتم ذلك بما يتناسب مع إقاع العصر ومقتضاية مساراتنا التنموية وما يرتبط بها من متطلبات سوق العمل وذلك في دوق الرئية المصرية باستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 بما يحقق تقدماً ملموزاً في كفاءة الجامعات المصرية عبر النهود بمستوى جودة التعليم والبحث العلمي والتدريب والابتكار ويعزز من رئية مصر لإطلاق صحوة معرفية متجددة ومنفتحة تستند في المقام الأول إلى سياسة تعليمية عصرية متاحة للجميع بحيث تتمتع بالقدرة على تنشيئة أجيال جديدة تتميز بالشخصية المنفتحة والعقل البستنير وتتفهم قيمة احترام الآخر والانفتاح المعرفي والإنساني على الثقافات المتنوعة فضلاً عن تمتعها بروح المبادرة والقدرة على إطلاق ملكاتها في شتى مناحي الإبداع والإضافة والابتكار الأمر الذي يفتح آفاقاً رحبة للنهود بالبنية التعليمية لشباب الجامعات وخريجيها ومكوناتهم العلمية والثقافية بما يمكن شبابنا من التفاعل مع الفكر المستنير والرؤى الجديدة وذلك في منأة عن العقول المنغلقة والنزاعات المتطرفة والطيارات المنحرفة السادة المزراء تفخر مصر باستضافتها في مدينة الأسكندرية لاحد نمازج التعليم الجامعي المتميز ألا وهي جامعة صنجور للتنمية في إفريقيا فها هي تحقق يوماً بعد يوم نجاحات واعدة فيما يتعلق بإعداد الكوادر الإفريقية عالية المستوى والمدربة تدريباً عملياً عصرياً راقياً بما أهل خريجيها للإدارة الفاعلة لاستراتيجيات التنمية المستدامة لدى العودة إلى أرض الوطن وقد وجهت بالاستجابة لمطلب جامعة صنجور بقيام مصر ببناء مقر جديد للجامعة يكون أكبر حجماً وأكثر اتساعاً من المقر الحالي بغية استعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة الأفارقة الوافدين إلى الجامعة وقد بدأت بالفعل عملية التشهيد بحيث يتم افتتاح المقر الجديد للجامعة في المستقبل القريب إن استثمار المعرفة في مكوناتها المختلفة من أجل النهود بالأمم عبر نسق متعدد ثقافات والانتماءات يعدل نسالة نبيلة حملتها الوكالة الجامعية للفرانكوفونية منذ نشأتها بما تستحق عليه كل تقدير وثناء وأمل في أن يسمي التعاون المثمر والمضطرد بين مصر والوكالة في دعم وإثراء الجهود المصرية الحريصة على بناء أجيال جديدة تجمع بين التكوين العلمي السليم والرقي المعرفي والقدرات البحثية المتميزة والقيم العلمية الإنسانية أجيال تحدوها الثقة وتسكنها الطمأنينة التي تمنحها مسيرة التعليم الجامعي المتطورة ولتي تجيد الربط بين منظومة التعليم الجامعي العصري والإمكانات المتقدمة اللازم توفرها للبحث العلمي مع مقترات التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل وفقكم الله وكلى الجهودكم بالنجاح والتوفيق وشكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لسه بنستعرض مع حضراتكم أهم ما حدث بالأمس ويمكن زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحديث إن مبارح كان فيه مجموعة من الإجراءات الخاصة بحزم الحماية المجتمعية اللي تم وضعها من الدولة تحديدا وأعلن عنها سيد رئيس مجلس الوزراء بالأمس تعالوا نتابع جزء من المؤتمر الصحفي العقد ودكتور مصطفى مدبولي وأعلن فيه هذه الحزم الاجتماعية بسم الله الرحمن الرحيم يعني برحب حضراتكم معنا النهاردة ويمكن الحقيقة النهاردة بناء على تكلفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بوضع حزمة للحماية الاجتماعية جديدة للمواطنين لمجبهة طبعا الموجة التدخمية الهائلة اللي بتحصل على مستوى العالم والأزمة العالمية اللي طبعا كل دول العالم بتوجهها ويمكن يعني تأكيدا من فخامته للحكومة بضرورة مراعاة الظروف اللي احنا النهاردة المواطنين بيجابوها وده يمكن كان مبارح طبعا حضراتكم عارفين كان من أحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي اللي يعني تم عقده على مدارة ثلاثة يام الماضية الحقيقة النهاردة مجلس الوزراء في اجتماعه ناقش الحزمة الحزمة الحماية الاجتماعية ووافق على هذه الحزمة ويمكن عشان كده أنا حبيت ان أنا نعلنها النهاردة عشان يبقى ده تأكيدا لالتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس وأيضا تنفيذ أول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي اللي حيمكن أهم هذه القرارات أو أهم مكونات هذه الحزمة اللي حيعرضها بالتفصيل معالي وزير المالية أول حاجة أنه هو إقرار علاوة استثنائية لمجبهة غلاء المعيشة هتبقى لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأيضا للمعاشات وحتبقى بمبلغ 300 جنيه شهريا ودي حيستفيد منها كل زي ما قلت العاملين في جهات الدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات أيضا الموضوع التاني طبعا يعني قرر أيضا مجلس الوزراء بناء على هذه العلاوة الاستثنائية هي بـ 300 جنيه أن يكون الحد الأدنى يرفع الحد الأدنى للأجور يبقى بدل 2700 يبقى 3000 جنيه وبالتالي دي طبعا أي حد وداحة ياسري طبعا بالتبعية على بقية الدرجات المالية المختلفة بحيث أنها هيبقى فيه زيادة متدرجة لكل الدرجات المالية بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور النقطة الثالثة يمكن وهي نقطة أيضا بصينا لزروف القطاع الخاص وهي أن طبعا يعني حيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات التي تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة الرهنة وبالتالي دي يمكن حيتم الآلية واضحة بحيث أن يتصرف برضو دعم مالي لعلى أقل لغاية تلاتين ستة القادم للشركات أو الإعمالة اللي في الشركات التي تعثرت أو توقفت بسبب الأزمة وده طبعا مرهون بأن عدم تسريح هذه العمالة وتم تكليف معالي وزير المالية ووزيرة التضامن ووزير القوى العاملة بوضع الآلية اللي حيتم الإعلان عنها لهذا الشأن علشان برضو يستفيد منها العمالة اللي موجودة في هذه الشركات الموضوع الحقيقي اللي بيعلوه برضو تم التوافق على إن إن شاء الله حيكون استمرار العمل بالحزمة اللي يعني الحقيقة كنا أعلن عنها في الفترة السابقة الخاصة بتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حضركم تتذكروا اللي هي بشرائح تتراوح ما بين 100 و200 و300 جنيه اللي بيستفيد منها أكتر من 10.5 مليون مواطن والحزمة دي الحقيقة كان التوجيه إنها أو التكليف والقرار السابق إنها كانت حتنتهي 31-12 ولكن تم الاتفاق إنها هتستمر رغاية 36 قادم أيضا كان هناك طبعا فضوء توجيهات سيادة رئيس مبارح بعدم يعني زيادة الرسوم على المواطنين في الفترة الجاية ويعني الاجتفاء بالوضع اللي موجود حاليا أيضا كان هناك القرار السابق بعدم زيادة أسعار الكهرباء كان المفروض لغاية 31-12 وبرضو المجلس النهار ده وافق على إن يستمر العمل بالأسعار السارية حاليا لغاية يوم 36-23 وبالتالي هي مجموعة من القرارات المتكاملة اللي احنا شفنا النهاردة إن احنا بنتدخل بيها علشان تساعد المواطنين في الظروف الرهنة اللي موجودة دلوقتي ويمكن أنا عايز أقول لحضراتكم إن حزمة هذه القرارات يمكن جزء منها أيضا أنا برضو عايز أضيفه وهو موضوع الدخول للبرلمان بموضوع رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن بحيث يبقى يعني اللي هو احنا يمكن كنا وافقنا عليه بصورة مبدئية وإن شاء الله حيتم إقراره في البرلمان بحيث يترفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة معنى كده إن اللي دخله 2500 جنيه في الشهر ما يعني ما يخصمش منه أي ضريبة في هذا الشأن ده كان آخر إجراء الحزمة دي كلها النهاردة إن شاء الله حتبقى تكلفتها على الدولة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة ولكن إحنا خدنا هذه الإجراءات طبعا بناء على تكلفات السيد الرئيس وإيمانا من الحكومة بضرورة برضو دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الرهنة كمان مبارح كان فيه أحداث كتير مهمة زي الاجتماع الأسبوعي للحكومة واللي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأكد فيه إنه حيتم على الفور تنفيذ التوصيات اللي خرجت من المؤتمر الاقتصادي كمان مبارح رئيس الوزراء أجرى اجتماع تابع في التحضيرات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كاب 27 أخبار وأحداث كتيرة حصلت مبارح أبرزها الاجتماع الأسبوعي للحكومة واللي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وخلال الاجتماع قال رئيس الوزراء أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فعليات افتتاح وختام مؤتمر مصر الاقتصادي شكل دعم ملموس ساهم في نجاح المؤتمر وقال كمان إن المؤتمر حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع لكل الأراء والاتجاهات للتوصل لتوافق حول خارط الطريق لمستقبل الاقتصادي المصري وإنه هيتم على الفور تنفيذ التوصيات اللي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي كمان مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ألقى كلمة خلال فعليات الاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية والعقد التحت شعار مصر والإمارات قلبه واحد وقال الدكتور مدبولي إن مصر والإمارات بيربطهم علاقات وسيقة وممتدة في مختلف المجالات وأشاد بروح الأخوة والتعاون بين البلدين إن مبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع تابع فيه التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 إلا هتستضيفها مدينة شرم الشيخ الشهر اللي جاي رح للوقتي لجولة المحافظات اللي معنا فيها مجموعة من الأخبار والموضوعات الهمة اللي حصلت بالأمس في محافظات الجمهورية المختلفة يمكن أبرز هذه الموضوعات وضع حجر الأساس لمحطة طاقة شمسية في المنطقة الصناعية في المينيا وكمان تنفيذ 155 مشروع تعليمي ضمن مبادرة حياة كريمة في ألف يوم عندنا كمان من بين الموضوعات اللي حصلت في المحافظات افتتاحها معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في أسوان وأخبار تانية من محافظات هريعرفها في سياق هذا التقرير محافظات مصر شهدت مبارح أخبار وأحداث كتيرة وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة قال إن الوزارة انتهت من إجراءات إسناد توريد 70 ألف شجرة لمدينة شرم الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لإزراعتها في الحدائق المركزية بالمدينة في سهاج تم البدء في تركيب أنظمة التحول الرقمي في 25 مدرسة بنطاق المحافظة وده بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وفي إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي بجميع المباني والمؤسسات الحكومية في المينيا تم وضع حجر الأساس لإنشاء محطة طاقة شمسية جديدة بالمنطقة الصناعية بالمطهرة بشرق النيل بقدرة 7 ميجاوات المشروع بيقام على مساحة 25 فدان وهيعمل على تحول المحافظة لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة في الغربية أوضح الدكتور أسامة أحمد بولبل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن مستشفيات الغربية استقبلت خلال شهر سبتمبر اللي فات 254.874 مريض بقسم الاستقبال وتم تقديم الخدمة المتميزة والمتابعة لهم في الأليوبية أعلنت مديرية القوى العاملة بالمحافظة أنه تم توفير 284 فرصة عمل بالقطاع الخاص في العديد من التخصصات برواتب مبزية بجانب التأمين الصحي والاجتماعي وداخل الشهر سبتمبر اللي فات في المنوفية كشف المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون عن تمويل 90 مشروع اقتصادي بإجمالي 701 ألف جنيه في مختلف المجالات وده ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة في الفيوم أعلن دكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالمحافظة أنه تم تنفيذ 155 مشروع تعليمي بقيمة 416 مليون جنيه بمركزي إتصا ويوسف السديل فأسوان تم افتتاح معرض للسلع الغذائية بمنطقة المحمودية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مسيلتها بالأسواق فأسيوت تم افتتاح معرض للملابس الجديدة بجامعة أسيوت ضمن فعليات مبادرة صندوق تحيا مصر تحت عنوان دكان الفرحة وده التوزيع الملابس على طلبة الجامعات المصرية في الشرقية كلف المحافظة الدكتور ممدوح غراب برفع درجة الاستعداد بالمحافظة حتى نهاية نوفمبر 2022 وده بالتزامن مع موسم حصاد الرز لمواجهة ظاهرة حرق أش الرز وقال إنه تم فتح 55 موقع تجميع أش رز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة